تفاصيل أكثر حول الهجوم وردود الأفعال عليه نعم سيد أبدأ من الاجتماع الذي يتواصل منذ نحو ساعتين من الآن في القصر الجمهوري في العاصمة التركية أنقرة الاجتماع يضم رئيس الجمهورية رجب طيب اردوان بالإضافة إلى رئيس الوزراء بنادي يلدرين بشكل رئيس لبحث الإجراءات التي سيتم اتخاذها في الفترة المقبلة بناء على هجوم قيسري اليوم وهجوم منطقة بشكتاش في اسطنبول قبل أسبوع من الآن التفاصيل الحادث كما ذكرت المصادر الرسمية بحسب المعلومات المعلنة حتى هذه اللحظة تفيد أولا عدد الضحايا هو 13 قتيلا و56 جريحا بينهم أربعة بحالة خطيرة جدا بحسب تصريحات وزير الداخلية سليمان سويلو الهجوم وقع في ساعات الصباح الأولى في حافلة كانت المستهدفة حافلة تقل عناصر من قوات الكوماندوز التركية كانوا ينطرقون من قاعدة الكوماندوز الأولى على أطراف مدينة قيسري عند مدخل جامعة في مدينة قيسري تم التفجير عند الساعة التاسعة و45 دقيقة تماما بمعنى أن هناك متابعة كانت مسبقة من قبل الجهة المنفذة للهجوم بحسب تصريحات رئيس الوزراء التركي أيضا أكد هذا الأمر وقال إنهم تعرضوا لكمين أو الحافلة التي تقل هؤلاء الجنود الذين كانوا قد خرجوا بإجازة يومية إجازة العطلة الأسبوعية من أجل التسوق في مدينة قيسري في وسط تركيا وبالتالي فإن المستهدف بشكل رئيس هو قوات الكوماندوز التركية في هذا الهجوم الذي طبعا من المهم جدا الذكر أو القول أن هذه القاعدة العسكرية قاعدة الكوماندوز تستخدم لغرضين رئيسيين الأول هو تدريب المستحدثين أو المستجدين في القوات التركية في قوات الكوماندوز والثاني تبديل المناوبات مع القوات التي تقاتل في جنوب شرق تركيا جنوب وجنوب شرق تركيا تقاتل حزب العمال الكردستاني بشكل رئيس وبالتالي فإن هذا يعطي إشارة جديدة لأهمية هذا الهجوم والتخطيط له البصادر الرسمية أيضا تقول أنه شبيه جدا بالهجوم الذي وقع في مدينة إسطنبول في منطقة بشكتاش تحديدا قبل أسبوع من الآن وأن المواد المستخدمة في التفجير هي شبيهة جدا في ذلك الهجوم بحسب تصريحات معمان كورتلمش نائب رئيس الوزراء التركي نعم سيد شكرا جزيلا لك على مصباحات مرسلنا في إسطنبول